الآن كنت توجده في واحد المنطقة المعروفة بشجر الأرقان والتي هي منطقة كتتوجد بشمل أكادير ومنطقة كتسمى الغابة ديال الإثقان والتي تعاني من الزحف ديال العمران وتهديد تواجد ديال والانتداد ديال شجرة الأرقان اللي كتعتبر هي الشجرة الأساسية اللي كتتميز بها المنطقة ديال السوس على غرار مجموعة من المناطق المحيطة بها الأبو السوى المغريب واللي هي شجرة دولياً تم تكريم ديالها بيوم عالمي وعلى امتداد 15 يوم كان ورشات واحتفال عالمي بهذه الشجرة على مسؤول الأمم المتحدة على مسؤول منظمة اليونسكو لكن كانت تفجأوا أنه شجرة الأرقان فضل منطقة بالذات كتعاني من أزمة بيئية خانقة كتجلى في الزحف ديال المخلفة ديال البناء في الزحف ديال العمران في الامتداد طبيعي أو نقوله طيش البشري اللي كي يزحف على هذه الشجرة اللي إلاجين الجدور التاريخية ديالها كنجدوها من أقدم الأشجار وقدم شجرة على وجه الأرض اللي امتداد ديالها كيتميز بأنها شجرة تحافظ على الطربة ضد تصحور كتساهم في تواجد فرشة مائية ولكن في ظل هذا الوضع وهذه الجفاف اللي كتشاهدوا بلادنا هذة السنوات الأخيرة لم تكن هناك مبادرات أو أي برامج من أجل ماذا؟ من أجل الحفاظ على هذه الشجرة وتتمين ديالها في مستويات عدة لا أعلم سوى الغارس لا أعلم سوى الحفاظ على ما تبقى من هذه الشجرة اللي كي يزحف عليها العمران خصوصا بشمل أقادير هنا كي يحلن على مجموعة من تساؤلات الأدوار ديال الجمعيات البيئية في تنسيق ديالها مع المصالح المختصة حول هذه الوضعية اللي كتعيشها هذه الشجرة في هذه الظرفية اللي ممكن في يومين من الأيام غادي نفتقدها وغادي نعرفوا بالقيمة ديالها في حين أنه مجموعة من الدول في العالم كتسعى أنها تديها تغرصها تغرصها كتديشلات من أجل أنها تغرصها وتدير لها إعادة تتمين نظرا القيمة ديال زيت أرجان على مستوى العالمي وهذا الشي كامل يحلونا على أننا نشتقى فبيئية اللي كتخلينا أننا نحفظوا على الطبيعة نحفظوا على البيئة نتمنوا الموارد ديال البلاد على غير الموقعة للصبار على مستوى منطقة سيدي إفني ومجموعة من المناطق ستجهد في القريب العاجل لما يمكن أن ننكر ذلك ستجهد شجرة أرجان نفس حال شجرة الصبار شنو هي الإجراءات شنو هي مجال التدخل اللي يمكن لنا نتدخل فيها من أجل تتمين هات الشجرة إنقاد ديالها محاولة قوية ديالها إلا كنا كنقولون المغريب دابا يتوفر على أكتر من 290 مليون شجرة أرجان على مستوى 900 ألف أكتر في القريب سنشهدوه شحويج اللي ممكن رأى ما ديش نستسغوها وهناك نتمنى أنه أصحب الضمائر الحية الجيات المختصة الكل يلتف من أجل ماذا من أجل إعداد برنامج حقيقي للحفاظ على شجرة أرجان بمعاقلها الأصلي السوس هو المعاقل الأصلي لشجرة أرجان إن كان لهوية ديالنس ديال السوس كيكونوا مرتبطة بشجرة أرجان يجيب أنه بجميعا من أجل إنجداد ديالها ومن أجل الحفاظ عليها ويعطاها قيمة ديالها الرمزية على مستوى عدة خصنا يكونوا متنفسات عواض ميتم تشجير الشوارع ديال المدن بشجر نخيل الذي لا يمكن أن يصمت في البيئة لكتشهد هذا الرطوبة علاش ميتم العمل على برامج اللي غا تسامد لأنه تكون شجرات أرجان تكون لها غابات محيطة بالمجال الحضاري للمدينة أقادير ترجمة نانسي قنقر